طيب هنكمل ان شاء الله هذا البارد. في البحث السابق احنا وصلنا اخر حاجة اللي هو عند الصف اللي سوينا فيه صف ثابت. عدد الغرز كانت عندي 30 غرزة. طبعا الصف اللي قبله كان صف تناقص. كان التناقص في غرزة 3 مع غرزة 4. بعده سوينا الصف الثابت. الان الصف اللي بعده انا ما رح اعمل تناقص غرزة 2 مع ثلاثة. اه لان لو عملت تناقص في غرزة 2 مع ثلاثة الان في هذا الصف حق التناقص. هيعطيني الشكل الهرمي مزموم. يعني ما هو اخذ راحة في الغرز. فعشان كده انا رح اعمل كمان دور الان حق التناقص هيكون برضو في غرزة ثلاثة مع غرزة اربعة. بحيث انه الغرز تاخد راحتها في الشكل الهرمي. يعني الشكل الهرمي اللي من الامام آآ من فوق ياخد آآ ياخد ريحية في تشكيله. فما ابغى يكون مزموم او شكله غلط. فعشان كده ما رح اعمل الان الدور اللي بعده اللي هو التناقص في غرزة 2 مع ثلاثة لا. هسوي تناقص في غرزة كمان ثلاثة مع غرزة اربعة. طيب الان ارتفعنا اول ثلاثة سلاسل وقلبت الشغل قلنا هادي الثلاثة بمثابة اول عمود. طيب هذا العمود الثاني. قلنا احنا نسوي التناقص غرزة ثلاثة مع غرزة اربعة. تناقص عمود لفة. هتستمر بنفس الطريقة. هادي واحد. وعدي اثنين. فحيكون التناقص في غرزة ثلاثة مع غرزة اربعة. واحد. اثنان. التناقص في غرزة تلاثة مع غرزة اربعة. هذه واحد. هاتي اثنان. تناقص غرزة ثلاثة مع غرزة اربعة. طيب هذه واحد اثنين تناقص صورة ثلاثة مع اربع واحد اثنين تناقص صورة ثلاثة مع اربع ونكرر واحد اثنين تناقص واحد اثنين تناقص واحد اثنين تناقص طيب كده انا غلقت اللي هو هذا الدور حق التناقص شايفين كيف بتاخد راحتها في تشكيل الشكل الهرمي الان ترتفعي ثلاثة سلاسل هتسوي دور صف ثابت بنفس عدد الغرز الثلاثة اللي ارتفعناها بمثابة اول عامود يعني هذا العامود الثاني ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تشكيل الشكل تشكيل الشكل داش تناس تلاتاش اربعة تاش خمسة ستة سبعة سبعة تشكيل الشكل تمنتاش تسعة عشرين واحدة وعشرين تمانة وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين اوكي شايفين كيف الشكل ساريندي اهو شوفوا من هنا شوفوا كده بدأ كل ماله عندي يتكون الشكل الهرمي اوكي انا طبعا قلت لكم انا ما رح اسوي مسافة طويلة لانه انا اللي ح اسويها اللي هي المسافة اللي هي حقت فتحت الكوم اللي هي اللي هي اللي هي اللي هو حق شوفوا المسافة اللي هي حق الصدرية بين الصدرية والكم شايفين شي بسيط يعني هي اللي مشيت فيها اه بعد كده عملت انا الحبال فانا اللي هنا خلاص راح اوقف الشكل الهرمي اللي هو من فوق عشان خلوا بالكم انه انت حتعملي الحبال فلا تخلي المسافة مرة تصغر عندك يعني حاولي انه اه توصل لي لي يعني ادوار يكون عندك عدد الغرز يعني حق اربع وعشرين غرزة او ستة وعشرين غرزة سبع وعشرين زي ما انا عندي اه يفضل يعني عشان الحبال تاخد راحتها ما تحسيها جنب بعض لازقه لا تحسي انه في اه في مسافة بين الحبل والحبل التاني اه طيب انا كده خلاص غلقت الادوار اللي هي التناقص ما رح اسوي بعد كده تناقص خلاص الميلة بانت عندي حق الشكل الهرمي اه وعملت بعد دور التناقص الاخير اللي عملته عملت دور ثابت كمان هاعمل دحين دور ثاني ثابت هيكون بنفس عدد الغرز سبع وعشرين غرزة عمود ارتفعت ثلاثة السلاسل وقلبت الشول هاعمل كمان دور ثاني ثابت فوق الدور اللي انا عملته طبعا انتي اه الاعتماد هيكون عندك على حسب الطول حق البرباتوز اللي انتي هتعملي انا الان حوريكم على البرباتوز الجاهز اللي عندي حتشوفي انت اذا انت لست ما وصلت للطول اللي تبغي تبغي فممكن تسوي زي كده كم دور ثابت الى ما توصل للطول اللي تبغي بعدا تسوي الحبال المهم انه القياس يكون مزبوط او ممكن الطفل اللي قدامك تقيسي عليه الصدرية اللي هو هاد الشكل الصدرية الهرمي وتحددي متى انتي هتبدأ في الحبال وتعمليها ويفضل انه تقيسي على نفس الطفل او على لبس عندك نفس المقاسات اللي انتي تبغيها كده انا انهيت هذا الدور اللي هو الثاني شايفين كيف صار عندي الشكل اهو اهو شوفوا كيف الشكل الهرمي شوفوا اهو الشكل الهرمي شوفوا كل ما له بيوضح معايا وبيبان شكله من الامام حق البربتوس شايفين هذا من الجنب شايفين كيف وهذا من الجنب الثاني شايفين الميلان هذا الوسط شوفوا من الخلق كيف شكله شايفينها اهو كده واضحة على ما اعتقد اهو طيب اهو حوريكم البربتوس حقي اللي انا اخذ القياس عليه شوفوا اللي افترض قلت لكم مثلا انا حق القياس حق البربتوس قلت لكم عملت انا القطعة من هنا الين النقطة هذه هكتك تك طيب اجي اوريكم احنا بدانا قلت لكم القطعة واصلة الين الطك تك الينا من عند فتحة الابط طبعا هذا حيكون ممدود وبعدينة الأقدام أنا عشان سويت القطعة بصغيرتها فالمفروض بين قطعة الأقدام وبين هذه حيكون في مساحة اللي هي حق 19 سانت اللي عملتها طيب شوفوا هنا شوفوا وإحنا هنا وقفنا القطعة اللي تحت إلين فتحت الإبط وبعد كده مشينا أهو أدوار الصدرية شوفوا أهو وقفت أنا هنا شايفين أهو المقاس جدا طال عندي مزبوط أهو الصدرية يعني لو افترضنا إنه إحنا حنبدأ الحبال من هنا أهو من هنا إلين الخلف فأنا شايفة إنه المقاس كده جدا مناسب الشكل الهرمي هذا اللي عملته أنا جدا مناسب لإنه يغطي الصدر من فوق يعني الآن راح أبدأ أنا في الحبال الحبال حقت البربتوس من فوق فأنا شايفة إنه خلاص يعني الفتحة هادي شايفين المسافة هادي حقت الشكل الهرمي أنا بتكفيني خلاص ما راح أزيد كده أدوار لا تناقص ولا راح أزيد أدوار سابتة ولا حاجة شوفوا إنتوا حاولوا توصلوا إليه يعني في التناقص حاولوا إنه ما تزيدوا عن كده في التناقص يعني حاولوا شوفوا هنا ها فتحة التناقص اللي آخر شي حتوصل إليه لا تخلي يكون صغير إلين بعد فتحة الرأس لأ حاول يكون في حدود فتحة الرأس أو قبل بشوية عشان تبدأ تسوي الحبال اللي حنمدها إلين الخلف طيب كده إحنا بلقنا الجهة الفوغية الصدرية الفوغية الفوغية الهرمية عفوهم بتلغبط كتير معكم طيب حابدأ الآن إيش راح نعمل طيب حاكمل معكم دحين راح أعمل معكم الحبال طيب طريقة الحبال حترتفعي الآن ثلاثة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة طبعا نحن عندنا عدد الغرز آخر شي خلاص صارت عندي سبعة وعشين غرزة طبعا أنتي حتقسميها بطريقتك يعني أنا هنا قسمت السبعة أخدت من اليمين ثمانية غرز وأخدت من الجهة الثانية ثمانية غرز وبقيت في الوسط بين الحبل والثاني اثناشر غرزة فأنتي شوفي قسميها على حسب ما أنتي عندك الغرز وعلى حسب ما أنتي تبغي متن الحبال يعني عرضهم الحبال اللي هي حنمدها للخلف آه طيب أنا ارتفعت ثلاثة سلاسل وقلبت الشغل الثلاثة سلاسل هذه أول عمود حاجل الآن حعمل هذا العمود اللي بعده الثاني حاجل اللي بعده الثالث اللي بعده الرابع الخامس السادس العمود السادس العمود السابع العمود الأخير والثامر طيب أنا كده أشوف انه عرض الحبل حيكون مزبوط فأنا هنا كده حاسوي العرض بها آآ حاسوي العرض تمانية وورلز طيب حتفضل تستمر كده آآ صفوف 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 إلي ما توصلي آآ لطول الحبل آآ آآ لطول الحبل اللي انتي حبته طيب حرتفع الثلاثة سلاسل أقليب شغلي للخلف قلنا الثلاثة هذه مثابة أول عمود هذا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا السابع هذا تمانية وراح تستمري نفس النمط ترتفع ثلاثة سلاسل بمثابة أول عمود تروح هنا وهو هذا العمود الثاني ثالث رابع خمس السابس هذا السابع هذا التامع ستستمر وترتفع ثلاثة سلاسل وتقليب الشغل واحد اثنين خمسة ستة سبعة نواد الثمانية نستمر ثلاثة تقليب الشغل يا رابع ؟ ثلاثة ترسل ثلاثة سترتفع ثلاثة ما ترتفع هتعل تدي 3 آخ أوه republican ستبرد الر YOUT LAUN سيطول معك انت ممكن الطفل اذا هو موجود يتلبسي البرباتوس وتشوفي هو قد ايش هيحتاج يعني حتقيسي بالمتر كم هيحتاج الحبل عندك وممكن كمان تزود الحبل زيادة شوفوا انا هنا ايش بسويه اه هنا زودت الطول اه بحيث انه حتى لو ابغى اطول الحبال او اقصرها اقدر اه حطيت طاق 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 على اه مسافتين عشان ممكن احطه من هنا اذا ابا اصغره ممكن اذا ابا كبر الطول احطه في هذا الجهة فانت ممكن تسوي زي كده زي يعني تسوي طول وبعدين اتصغريه على حسب الطول اللي انت تبغي اه بس انا وريتكم الطريقة شوف اهو الحبال مو مشكلة حاكملها معاكم بس جزء بسيط الى ما اوريكم كيف حاشبكها للخلف نفس الشي الجهة التانية حابدأ من هنا واكمل تمانية غرز عمود لفة وحاسوي بنفس الطول حاشبكها بالخلف حاشبكها بالخلف طبعا بطاق طاق او بزير او باي حاجة اه طيب نكمل طيب شوفو لبستو دب دب بس عشان تشوفو الشكل وتتخيلو كيف لبسو سوات الازارير عشان لكم مع انو يعني هاد القطع انا ما رح يستخدمها اه طيب بس عشان تشوفو الشكل عشان بقى وريكم الشكل كيف هيكون من تحت شوفو اه طبعا انتو حتكون طول الادوار حقات الاقدام طبعا انتي ازا انتي حاباتها تكون قصيرة او طويلة ما ادري بس انا عملت لكم هي بس عشان وريكم كيف الطريقة وحيكون المسافة اللي هي بين من 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 نقطة اللي هي هاد الطقطق من نقطة الوسط الين تحت الابط حتكون مسافة ما هي زي كده حتكون يعني ما هي مسافة صغيرة حتكون مسافة طويلة زي اللي انا وريدتكم ايا انا طلعت عندي 19 سانتي بعد مسافة هادي حتكون هذا الشكل اللي هو عملنا الهرمي اللي هو حق الصدر الصدر من فوق بعد كده عملنا اه اللي هي الحبال شايفين الحبال اهي انا عملت 8 غرز الحبال حتيجي الحبال هادي تمديها الين الخلف الين اللبس البرباتوس من الخلف حتشوف يا اني كتقيسي على اللبس او تقيسي على الطفل نفسه طيب حاوريكم انا هنا بالنسبة للبرباتوس اللي معايا انا حاشوف اه طول الحبال اه كده انا طبعا الحبال ما راح اطويلها وردو بس برضو باوريكم الشكل انها هادي عينة بس طريقة شرح اه ليكم اه شوفو طيب اللي نفترض انه اهو حطينا هادا البرباتوس اللي بنعمل عليه وهنا مسكنا وقلنا هادي فتحة الابط اللي من هنا واصلين فيه ها شايفين شوفوها نفس ماشيين على نفس ها نفس نفس الميلان حاج الابط طيب هتحاولي يعني لو قلنا احنا لازم يكون الطول اقل شي شوفو احنا من هنا الفتحة شوفو لازم اقل شي بتكون هنا الفتحة اهي شوفو حتيجي وتاخدوها من الخل كده بهذا الطريقة المفروض انه اقل حاجة هتكون الحبال تحت فتحة الابط بشوية عشان هنحطه الطقطق وحنطقطقها هادا هادا يكون اقل شي ممكن انت تمديها كمان زيادة عشان تسوي نفس طريقتي هادي هتسوي الطقطق على مستويين عشان لو انه كان اه صغير تقدري تمدي الحبال او اذا كنت تبت صغيريها صغيري الحبال فلازم تكون عشان احنا حيكون حتى من الخلف من الظهر حتكون القطعة واصلة عندي الين الين نقطة فتحة الابط فعشان كده من الامام شوفو اهو بالضبط عند فتحة الابط بعدين احنا سوينا من الامام الشكل الهرمي حق الصدرية هتجي للحبال مفروض انها تكون الحبال اقل الشي يعني تكون بمستوى تحت الفتحة حقه الابط من الخلف بشوية عشان تقدر تحط عليها طقطق لو تبي تسوي طقطق واحد اذا بتسوي طقطقين على مستويين اه طوليها كمان زيادة تقريبا حق اللي تحط فيها الطقطق على مستويين اه طيب وحاوريكم كيف هنبدأ في الجهة التانية خلاص نفترض انه انا عملت هذا الحبل حق الجهة الاولى اجي وحاوريكم خلاص هتعقد الخيط بعد ما وصلت للطول المناسب للحبل هتعقد الخيط وتقصيه هتجي الان تبدأي الجهة التانية هتعملي اقدت البداية في نفس الابرة هتجي هتبدأي من البداية تقريب الشغل زي كده وتبدأي تسبتي الابرة في اول غرزة اهي شايفين هادي الارتفاع هادا اول غرزة طيب هنجي استنوا حنثبتها في الارتفاع نفسه عشان ارتفاع يعتبر بمثابة اول عمود حنثبتها بمنزلقة شايفين هادا الخيط هادخله ضمن الشغل ايش هرتفع الان تلاتة سلاسل هادي التلاتة بمثابة اول عمود طيب هاجي الاول الغرزة التانية اللي بعدها اسوي تاني عمود شايفين هندخل هادا الخيط معهم عشان يتضف هادا العمود التاني هادا التالت الرابع الخامس والسادس العمود السابع العمود السابع هادا الاخير والتاني كده انا اعمل ثمانية اعمدة ها ارتفع ثلاثة سلاسل بمثابة اول عمود وحا ابدأ اسويه فكل عمود عمود بنفس الحبل الاول الين ما اوصل لنفس الطول حق الحبل الاول شايفين هتعملي صفوف عواميد لفة فأكل عمود عمود بداية الدور ترتفع ثلاثة سلاسل بمثابة اول عمود تقلي بالشغل بداية اصافة لبالي اصافة لبالي خلاص امت حتستمر الان ما تصير عندك الحبلان مستوى واحد. اه انا كده هاكتفي وحاوقف لكم حاوقف الحبال خلاص لانه وضحت كده الطريق ان شاء الله معكم. هيصير عندك الشكل زي ما انتم شايفين اهو. يعني حتى وضح شكل البربتوس عندكم. هتكون طبعا مسافة البربتوس ما هي صغيرة زي كده. طبعا ممكن ازا انتي اه حبيت يكون البربتوس زي ما قلت لكم الظهر شوفوا النوع الاول هداك اللي قلت لكم عليه. هيكون الظهر مرفوع عن كده يعني اه يجي الظهر لنص الطبعا هيجي لنص الظهر الجهة الخلفية. اه يغطي فقط نص الظهر. بعد كده من الامام هيجيكي الشكل الهرمي الين فوق اه الين فوق الصدرية وبعد كده الحبال. اه بالنسبة للشكل اللي انا عملته ووريتكم طريقته هيجيكي مغطة من الخلف مع الامام بقطعة الين تحت فتحة الابط. بعد كده اه بديت سويت شكل هرمي من الامام شي بسيط الين ما كملت اه الصدرية لين فوق. بعد كده جيت وسويت الحبال من الجهتين طبعا غير فتحت الاقدام. الفتحتين حقت الاقدام. هي كلها البربتوز اه طريقته يتقسم لقسمين. اه اول شي القسم اللي هو في الوسط حق اه اللي هي المسافة اللي بين اللي هي حقت الخصر والصدر المسافة هادي. اه بعد كده هتقسمي الغرز لقسمين اه اللي هي فتحات الاقدام. اه بعد كده هتبدأي. تمسك الجزء الفوقاني وتسوي الصدرية الهرمية اللي من فوق. وبعد كده هتسوي الحبال اللي هي هتنمد الين الخلف. اه هذي هي عبارة البربتوز بالكامل يعني كل الاشكال البربتوزات. بس الفرق انه احيان اه البعض يسويه طويل يعني تقريبا تظهر بالكامل من الخلف مغطة. والبعض يسويه من الخلف اه قصير. يعني يجيكي بربتوز مكشوف اكتر. مع انه مغطة في جسم. اه واغلبه يكون الصدرية بس هي اللي تغطي اللي الهرمية والحبال تنمد من الامان للخلف. اه طيب اه الان بعد ما عملنا خلاص الحبال ايش رح تعملي خلاص غلقتي من الحبال. الان رح تمشي غرز حشو. هتمشي غرز حشو كامل الاطراف. اه طبعا زي ما قلنا في السابق هنا في الاطراف لما كنا في الجوانب الفتحات حقية العواميد. اه لفة حقية غرز العواميد. لفة احنا عملنا هنا جوة كل فتحة اثنين حشو. اه فهنا نفس الشي الاطراف الفتحات شوفوا اللي هي في مستوى الاسطر حقية العواميد شوفوا. هتجيك في الجوانب حتصات فيك الفتحات اللي امامها في الاطراف. فالفتحات هنا كل فتحة امام الصف هنعمل فيها اثنين حشو اثنين حشو اثنين حشو. اه في الغرز العيدية اللي فوق من الحلقات هتعملي واحدة حشو. هتمشي زي كده بالكامل الاطراف كلها تنظف فيها بحشو. على كامل البربتوس. هتمشي الين الين الخلف بالكامل بطريقة دائرية الين ما توصل للنقطة الاخيرة. اه طيب برضو هامشي معاكم في هاد النقطة عشان خلاص اوريكم اخر شيء هوريكم كده بس. طريقة التنظيف يصير ان شاء الله ما باقي لنا الا المجسم حق اه هلوكاتي. وحاوريكم كيف طريقته. وباقي لنا بس الجيب. وكده ان شاء الله بنكون انتهينا من البربتوس. طيب هابدأ اوريكم الاطراف كيف. طبعا لنفترض انه احنا وصلنا للحبال الطول المطلوب. طيب هاتيجي ترتفعي سلسلة. هاتيبدأي. اهو هنا شوفوا هذا الصف العواميد. هنا يقابلوا الفتحة. هاتيجي تسوي الفتحة اللي في الجنب اللي بتقابله اتنين حشو. طيب بعد كده هادا الصف التاني برضو الفتحة اللي قدامه اتنين حشو. اه هادا الصف التالت حق العواميد الفتحة اللي امامه اتنين حشو. هادا الصف الرابع امامه اتنين حشو. هادا الصف الخامس امامه اتنين حشو. شايفين? هادا الصف السادس امامه اتنين حشو. واحد اتنين. هادا الصف اللي بعده كمان اتنين حشو. هو ما راح يبان عندك ده حين هو غرز حيبان عندك فتحات بقط. واحد اتنين. طيب. هادا الصف اللي بعده برضو داخل اتنين حشو. هنا اتنين حشو. كيف هتعرفو? اهي الصفوف. اهي الصفوف هي اخر شي الفتحة اللي اخرها. اتنين حشو. طيب. هنا اتنين حشو. هنا اخر شي خلاص. اتنين حشو. الان وصلت للخلف. الخلف ده حين هتجيكي شايفين? ما هو غرز ما هو روسة الغرز اتنين. هتجيكي بس واحدة حلقة من الغرز. هي كل حلقة واحدة هتعتبر هادي واحدة غرزة. اه يعني ما راح تبان عندك حلقتين هتبان عندك هتدخلي من حلقة واحدة. طيب هتسوي برضو حشو هادي واحد. هادي حشو. شفته في كل حلقة هسوي واحدة حشو. طبعا هتنظفي جميع الاطراف بهذا الطريق. طبعا لكي حرية الاختيار في التطريزة اللي من الاطراف ممكن تسوي ممكن تسوي البيكو. غرزة البيكو. او ممكن تسوي اي غرزة ممكن تسوي الصدفات. مراوح. اه كلها حلوة في الاطراف اللي هي اه التطريز. بس انا عملتها حشو. اه يعني الحشو هادي اطرافها او ممكن تسوي الحشو العكسية. جدا رائع في الاطراف مرة هتعطيكي شكل حلو. ها اكمل كله بالكامل الصف. طيب حتيمشي زي كده حشو شايفين كيف نطفض الاطراف معايا. حتيمشي حشو 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 الين ما تنتهي من الجهة الخلفية. حتيجي بعد كده نفس اللي عملنا في الجهة التانية. اه هنا حتيجيكي فتحات ما راح تجيكي غرز في الجوانب. فحتعملي جوت كل فتحة امام العواميد. هتسوي اه جوت كل فتحة في الطرف اه اثنين حشو اثنين حشو اثنين حشو اثنين حشو اثنين حشو. لازم تكون عدد الغرز نفس الجهة التانية. اه بعد كده نفس الشي حتمشي على الحبال اه جوت كل فتحة اثنين حشو اثنين حشو اثنين حشو اثنين حشو. الين ما تنتهي الاطراف ونفس الشي تمشي في الفتحات اثنين حشو اثنين حشو. تجي هنا فكل اه غرزة واحدة حشو. شوفوا هنا هتبان عندكم الغرز روس عايدية. هتدخليها بالطريقة العايدية وتسوي حشو واحدة في كل غرزة. اللي هي هادي الغرز اللي بين الحبل والحبلة التانية. هتسوي فيها حشو. كل غرزة واحدة حشو. اه. شوفوا هذي الاشياء اللي دخلتها. خلاص. هنضفها بعدين. في النهاية. هو خلاص نضفتها انا في الشغل بس خرجت. اه عشان كده قصيتها دوبي. اه بعد كده هتجي نفس الشي تمشي في الحبالة التانية. جوت كل فتحت. اه جوت كل فتحة اه اتنين حشو اتنين حشو اتنين حشو. حتيجي تستمري اه في كل غرزة. اه هنا كل غرزة. حشو واحدة حشو واحدة الين ما توصلي للنقطة اللي بدنا فيها. اه توصلي عندها خلاص تقفلي اه بمن زرقة. وتعقد الخيط. وكده حنكون ان شاء الله غلقنا البربتوس بالكامل. حتيجي هنا في الاطراف. طبعا عفوا نسيت انا اقول لكم. اه دائما لما تجي تنتهي صف فرضا تنتهي صف. اه يعني عملت في حشو وتبتجي تبدأي. الجهة اللي امام يعني الصف اللي بعده سواء كان بطول او بعرض. اه دائما ارتفع بسلسلة عشان ياخد عشان يباين عندي كالزاوية. يعني ارتفع بسلسلة وابدأي بعدين في الفتحات اتنين حشو اتنين حشو اتنين حشو اتنين حشو اتنين حشو. توصلي هنا ارتفع سلسلة وسوي فوق كل واحدة كل غرزة حشو. اه عفوا فوق كل غرزة واحدة حشو. بعد كده هنا ارتفعنا سلسلة وسوينا جوات كل فتحة اه اتنين حشو اتنين حشو اتنين حشو. وهنا نفس الشي لما تنهي من هذا الصف. حتى بتفعي سلسلة وتبدأي من في غرزة الخلف وتسوي فوقها كلها حشو. اه هي فقط الفتحات هي اللي تسوي جوتها اتنين حشو. اما الغرزة العيدية حتسوي فوقها اه حشو. حشو واحدة. وبكده حنكون انهينا البربتوس بس دي السباق المجسم حنعملوا ان شاء الله مع بعض. اه اخر حاجة خلاص هتجي هنا الحبال في النهاية نفس التقاطق نفس الطريقة اللي علمتكم هي في الاطراف هنا حتسويها في الاطراف من هاد الجهة لازم توازوها مزبوط. اه حتحطوا التقطق نفس الطريقة هادي هنا التقطق وهنا التقطق التاني المقابل لي وحط تقطقيها بهاد الطريقة من الجهتين لازم تكون متساوية لازم تعرفوا فين الجهة طبعا لبسيها الطفل او اشري عليها هتجيبي لبس وحتقشري مزبوط فين هيكون القفل هتسوي. اه ان شاء الله اخر برض اوريكم المجسم وحاوريكم الجيب وان شاء الله بازن الله حنكون كده اه بعد ما نعمل المجسم والجيب حنكون ان شاء الله غلقنا الورشة وحاحاول ان شاء الله اعمل لكم هي اه ان شاء الله اعمل لكم هي الان عشان يصيرنا نغلق خلاص الورشة كلها اه وما اطول عليكم اه في البارتات الباقيه.